بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة المحاضرة الخامسة من الدرس الثاني اللي عنوانه Internal and Compressible Viscous Flow من مقرر Mechanical Mewah A2 فقط أود تذكيركم بأني عرضت قبل في الحصة القبل عرضت ايش؟ عرضت Navier Stokes Equation and Continuity Equation عرضتهم في Cartesian Coordinates and Cylindrical Coordinates فهنا رح نبدأ كيف نحل المسألة باستعمال هذه المعادلتين في بالنسبة لو اشتغلت Poser Flow أو استغلت قوة Flow فهنا دائما نستغل في Steady and Compressible Flow of Newton Fluid In Infinite Canal with Stationary Plates يعني إيش Infinite Canal؟ هذا يعني أنه Two Plates هذن Infinite يعني لا متناهين فهنا رح نستغل على الكوردينيت هذه X يعني هي نفس الـ Direction of Filled Flow نستغل أيضا أنه Two Plates هذن بعاد على بعضهم To A نستغل أن الـ Y تكون عمودية على الصريان و Z رح يكون A يكون عمودي على سطح الورقة أو المكان اللي نستغلوا فيه الحين فبداية رح نبدأ الخطوة الأولى هي Step 1 Choose the equation to describe the flow فهنا رح نستعمل إيش نستعمل Navier Stokes Equation ليش؟ لأنه The System is Considered is Uncompressible Flow نزيد هنا نركز على كلمة Uncompressible Flow لأنه لو ما كان Fluid أو Flow Uncompressible ما يمكن إني نستعمل Navier Stokes Equation فهذا بالنسبة إنا رح يكون الإفتراض الأول يعني Uncompressible Flow أو في الـ Newton Fluid Assumption 2 يعني إيش؟ يعني الفيسكوزيتي ثابتة الخطوة الثانية هي Choose the Coordinate of System فهنا رح نعرض إيش؟ نعرض إنه System اللي عندي يمثل X, Y and Z يعني إيش؟ يعني Cylindrical or هنا نقدر نقول Cartesian طبيعي جدنا شباب هنا رح نحكي على Cartesian Coordinates بما أنه نستغل على X, Y و Z فقط أود تذكيركم بما أنه Cylindrical يتكون من R, Phi and Z طيب بالنسبة لCartesian Coordinates Fully Developed Plane Posit Flow هنا البالانس اللي عرضناها قبل بالنسبة لContinuity Equation هنا نبير Stokes على X Component عند Y Component هنا البالانس على Z Component هنا البالانس أيضا هنا نلاحظ U, U, U وهنا عندي H, V, Everywhere هنا عندي W, Everywhere هنا عندي X, Y, Z هنا عندي H, X, Y, Z هذا الاختلاف الوحيد بين X Component, Y Component and Z Component طيب لو أخذنا إنه المائع هنا يسير في اتجاه إيش؟ في اتجاه X وقلنا إنه عندي هنا Two Fixed Plates ليش لأني بشتغل على فوزايا Flow فهنا يلزم نعرف إنه U, V, and W اللي هما Three Components of Velocity أو هما إسقاط السرعة على X Direction and Y Direction and Z Direction is Function of Time X, Y, and Z نذكر إنه عرضنا الأمر هذا إيش؟ في أول حصة في هذا الشابتر لو كتبت كده U بين قوسين Time X, Y, Z فهذا يعني قرائتها إنه U Depends of Time X, Y, and Z نفس الشيء لو كتبت V اللي هي إسقاط السرعة على Y Coordinates تكون Time X, Y, and Z رح نشوف بعدين في الحصص المقبل إن شاء الله كيف نحاول إكمال أو استخراج قيم الـ U, V, and W اللي هما بالأساس الأساس نعيد نقوله هنا هما بالأساس ما نبغى نفتس عنه هنا في هذا الشابتر يعني نبغى نفتس عن U, V, and W أو Velocity في هذا الشابتر هنا إن كنت خلصت المحاضرة هذه فقط أود سؤالكم هنا المطلوب في هذا الشابتر أو من Steps اللي بدأت فيها الحين ورح نكملها إن شاء الله الحساس القادمة هو استخراج قيمة الضغط أو قيمة الـ U يعني الإسقاط السرعة على الـ X أو إسقاط السرعة على الـ Y يعني الـ V أو إسقاط السرعة على الـ W أو الـ Velocity كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته